اشتركوا في القناة ينطلق الشباب البحريني في نموذج جلسات الأمم المتحدة مركزا جل اهتمامه على التنمية المستدامة ومتعمقا فيها بخلاف النسخ السابقة فهذه النسخة تعبر بشكل واضح عن خطط مملكة البحرين والتي صيغت لتترجم فعليا في عام 2030 الشباب المشاركة صر على الانخراط في خطة تحقيق أهدف التنمية لتكون له بصمته الخاصة على أرض الواقع هذا الموضوع جدا مهم لأنه فيه تدريب للشباب على الحوار وعلى العطاء وعلى البحث العلمي والتناقش والمناقشة بينهم بعض وأيضا تعرفهم على أهداف التنمية المستدامة وهذه الأمور حقيقة التدريب الشباب عليها جدا مهم مو بس للمرحلة اللي هم فيها ولكن أيضا للمستقبل موضوع الحوار واحترام الرأي الآخر جدا مهم شرف لي كمنصق للأمم المتحدة في البحرين أن أشترك في نموذج الأمم المتحدة لهذا العام لما له أهمية على محورين اثنين المحور الأولاني هو تعريف هؤلاء الشباب بكيفية أليات التفاوض وأليات الوصول إلى القرار من خلال الاتفاق وهذا مهم جدا في أليات الأمم المتحدة وأليات كمان التواصل مع العالم الخارجي الهدف الآخر هو تعريفهم بأهداف التنمية المستدامة التي هي الأجندة التنموية العالمية التي أقرتها 193 دولة من بينها البحرين أكثر من 100 مشارك في هذه الجلسات التي ناقشت بشكل أوسع عن المعتاد مفاهيم التنمية المستدامة والتي ارتبطت بشكل كبير ومباشر بريادة وتمكين الشباب هذه المؤتمر يعلم الطالب على النقاش والحوار والتعريف على التنمية المستدامة في الاقتصاد والاجتماعي والعلوم الاقتصادية في الدول العربية والدول العالمية حضر هذه الجلسة أكثر من 100 شخص شاب وشابة وهذه النموذج من الجلسات مهم جدا لنا كشباب للتعرف على الحياة السياسية والدبلموسية بشكل أقرب أهمية الجلسات الأمم المتحدة للطلاب يكتسب الطالب يكتسب مهارات وخبرات وحتى أن يكتسب معلومات عن ثقافات الشعوب ومن دول الأخرى وأهميتها بأن تهيئ الطالب للأمم المتحدة في المستقبل برنامج نموذج جلسات الأمم المتحدة للجامعات في مملكة البحرين يطل بهذه الحلات الجديدة في نسخته الثلاثة عشر لتسهيل كل المعوقات والتحديات ولتمهيد الطريق أمام الشباب لخوض المجال الدبلوماسي بطريقة مميزة شباب يتحدث بلغة التنمية المستدامة أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة سينقلها للجيل القادم لتحقيقها على أرض الواقع شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين مصدرات الأخبار الأخباري مصدرات الأخبار吃 ce mere عمليات الأخبار فione الرئ 1000 خصحة الإمام أهل